السلام عليكم كده يرين لبس عليكم كل شي بخير كنت مني يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتو ما كتشاهدوا هذا الفيديو كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم الله يجازيكم بخير على كل واحد تخدم الوقت باش تخلي القناة ديالي شكرا لكم بزاف وعلى التعليق الزويني اللي كتخلي وليا مهمة البنات اليوم قلت تحش لا تخطبكم غادي نديرها معاكم ان شاء الله في هذا الفيديو وغادي نحضر معاكم هاد الخبز حتى هو اللي كنطيبوها كده في المقلع كي يقول لها الخب خبز ديال البالون ولا المهم كي يتنفخ ينتمنى هاد الفيديو قادلي الواسطة جاوباتينا لإعجاب ديالكم هنيا غادي ندوزل المقادير صراحة هاد الخبز فيه المهم عندي جوش كيسان ديال ما اللي هما 400 ميلي لتخ ديال ما يكون دافي هنيا هاد الكسالبنات المهم ما عمرش بزاف فيه 110 جرام ديال حكذا الفارينا عندي هنيا واحد جوج مع القكبار ديال الحليب غبرة انا كان فضل نستعمل الحليب غبرة فليب غيوش بحال هاد الخبز هذا بحال هاد الخبز هذا بغيت تدير الحلي في بلاست الماء ديروا الحليب وديروا 400 ميلي لتخ ولا هدوش كيسان ديال 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 ما اتعاوضوه بالحليب وما تديرواش حليب غبرة هنيا قدرت واحد المعلقاء ونص ديال السقار واحد مع القاه كدما كانت شعه مره بزاف ديال الخبز والملحة وهذاك الحليب اللي درنا كف ما شفته هنيا خلط السقار والملحة والخميرة وذيك الماء دروري لما يكون دافيح حيث برد الحال باش هكذا الخبز ديال نخصه يختمر حيث من بعد ما غادش نخليه يختمر مرات مرات ثانية هنا يضفت الحليب مهمي لابغيت تعبروا الحليب اللي بنات انا ادرت 40 قرام هنا غادي نحاول نعبر لكم الكيسة ديال الفارينا درت اهنا يجوش غادي نخلطهم مزيان من اللي كان ديروا اي كاس وكان خلطهم مزيان اللي بنات ما نديروش بزاف ديال الفارينا ومن بعد جين العجينة ديالنا قاسحة حيك مخصاش تكون قاسحة وراه ما كان عجنواش نهائيا بيدينا هذا كاس الثالث كيف ما شفتو وهناي الكاس الرابع كنحاولو هكذا نخلطوهم مزيان بالنسبة لبناتي لا كان عندكم الحليب غبرة وبغيتوا تستعملوه هكذا باش تقدروا الضهر زع ما بحال الحليب سائل ارا كديرو خمسين غرام فنس سليترو ديال الماء ولا كديرو مية غرام فليترو ديال الماء هذي هي القاعدة ديال الحليب اللي بغا يستعمل الحليب عادي يستعمل الحليب عادي انا صراحة كي يعجبني نستعمل الحليب غبرة بنسبة اللي بغيوش بنسبة كي يعطيه واحد زع ما اه الدوق زوين وحتى اللون كي يعطيه واحد اللون زوين اهنا بعد ما كملت البنات كيف ما شقدرت خمسة ديال الكيسان ديال الفارينا اهنا يا غير كنحاولو هكذا غير بدينا غير باش نجمعوها تقدروا تجمعوها غير بلا كورن العجينة ديالنا كتكون شوية كتلسق صفي غادي نحيدها فهد لوبول حيتي عندي لوبول كبير غادي نديرها فواحدة كده يكون شوية صغير كيف ما كتشوفوا باش ضغية كتختمر لينا كننشو بشوية ديال الفارينا باش نقدر نجمعوه ونخليها تختمر هنا البنات كيف ما قلت لكم توحش لا تاختبوه مش حال هاتي ما درتها قلت ان شاء الله اليوم غادي نديرها وما غاديش نستعمل شي طبطي لاخر ولا غادي نستعملها غير ندفاد لكي وبنتاع العجينة جبت الميزان غادي نعبر ليكم كل شي اصبق لي وقدمتها راحيكين عندي في القناة قدرت بزاف ديال الميام قدرت بزاف ديال اللي تاختش حال هاتي هناك ان غادي خاصني ديال واحد نسكيلو ديال الفارينا وخاصني ضروري خاصني نغربلوها كما كتشوفو مهم كل شي خاصو يتغربل من احسن للسكر للفارينا انا الصراحة راجبت السكر يلا بقي زعمة جديدة وغربلتو عمرتو في القرعة ما غاديش نحتاج نغربلوه وهاد المقاة ديال البنات اللي اعتيتكم تقدرون انتم ما تقسموها على جوج حيط ما ديش تقدروا تستعملوها على ثلاثة حيط هنا جوج حبة ديال البيض تقدروا يمسين وخمسين جرام ديال الفارينا وديرو حبة ديال البيض هنا يكن دير السكور سقيل حتى وخصنا ميتين جرام ديال السكور سقيل ولا السكور غلاسي كما قلت لكم هادا ما كان ما غربلتوش حيط سبق ليه وغربلتوه اعادي حطيتو في القرعة ما شيز عم في واحد لحك هكذا يلا هاد درت حطيتو فيه نديرو ميتين جرام وهنا يا غادي ندير تلاتين جرام ديال اللوز غبرة تقدروا تديرو اللوز بقشور دياله تحنوه صار حركة يعطيه واحد الدق اللي هو وزوين وهنا يا درت ستا جرام ديال الملحة وغادي ندير ميتين جرام ديال الزبدة كيف ما شفتها البنت هنا درت مية وتنين وتسعين جرام مية وربعة وتسعين جرام عفوا ديال الزبدة ما فيها البنت صار حتى ما يطلع يجب الزبدة من اللو فوق ميارة ميتين جرام ودرت ستا جرام ديال الخميرة ديال الحلوة كنحطوه كل شي فلوبول ومن بعد غادي نحطها في العجانة وغادي نستعمل لفوية البنت ما تستعملوش لفوية ولا لكوخوشي لكوخوشي ركن عجنو بيه ولا في خلاصها ركن طلعو ليك خيم وكل شي هذا ذاك الشي اللي كيكون فيه سابلي زعمة ولا مهم بحال هاد لابات سوكري ولا لابات سابلي ولا سابلي بغوطن ولا مهم اللي كنستعملو به لبغننا نديرو اللي ميكارون هنا يلا فيتز درت ربعة ما نخصناش نجهدوه بزاف حتى تخلط لنا ذاك الزبدة مع الفارينا كيف ما كاتشوفو وهنا يا غادي نضيف الجوش حبات ديال البيض مهم لما تقول شي بالعبار باش هكذا لمقادير ديالكم ما يدعوش لكم بنسبة الحلوية وصوخة الحلوية الفرنسية من احسن كل شي بالعبار وحتى انتم ما تكون متأكدين بانه ما غاديش تضيعو فيهم انتم ما كاتلاحظوا لابات ديالنا صافي راهو جداد لابات سوكري ما كان ما كان ديالكوهاش ولا لابات سابلي ولا سابلي بغوطو حتى وما ما كان ما كان نعجنوهم بزاب ان شاء الله هي البنات غادي نحاول اما نخصص واحد النهار هكذا في السمانة ونحط فيه الحلويات الفرنسية الى هكذا الى بغيتو البنات المهم اللي شاف هات الفيديو وبغى يقولوا يا الى بغيتو تعلموا نبدأول لكم بحال ذاك الشي اللي تعلمت حتى انا من لا فورماسيون نحاول نعلم لكم اه المهم ندير لكم ذاك الشي اللي كيف ما قلت لكم نتعلموا نبدأ بالحواج هكذا اللي بديت بيهم هنا هي العجينة ديالي بعد ما اختمرت المهم بالنسبة للابات اللي بنت هندرتها في الصباح كيف ما شفتو غير كملت العجينة ديال هاد الخبز ودرت لابات باش تبقى ترتاح ليا ضروري خصاة ترتاح تقدروا تديروها النهار قبل انا درتها في الصباح باش نخدم بها العشية نخلنا واحد تلت سوايع باش هكذا ترتاح ولا ربع سوايع انا درتها تقريبا مع ذاك العشرة ومن اللي غدين ان شاء الله نخدم بها من اللي غدين وصل بنتي في العشية للمدراسة وذيك الصعان ندير لابات ديالنا باش هكذا من اللي كنديرو هاداك لفندو تاخد ديالنا ولا لا تاخد ديالنا كيبقى كيف ما هو ميلة درناها هكذا بقي يلا هكملناها من اللي كتحتها في الفرن كيينزل هناك بعد ما قطعت هاداك الخبز كيف ما شفته انا غضي نديرها بحل غضي ندير ليهم اللي صندويتش نديروها في الحليب وكي نغطوها هكذا في الجنجلان بدنا سبعنا تكبرتهم كيف ما قلت لكم غاد ندير لهم غاد ندير بهم لساندويتش تقدرون انتم ما تصغروهم ديروهم هكذا صغار ديروهم ندورن بحالة بتبوت صغير اي المهم بدك الساعة الشكل كي يبقى لكل واحد والدق ديالو كل واحد كيفاش غاد يستعملو اهنا يا البنات كان دلكوهم بشي شوية بها الطريقة هادي ما الاحسن دلكوهم هديك تبدو بالجهة اللي فيها الجنجلان باش هكتاي كتديو الجهة الجنجلان على الوجه كامل ديال الخبز انا غادي نستمر بها الطريقة حتى نكمل هنا بعد ما كملتها البنات عندي هنا يا كيف شوية ديال الزيت وانا حضرت فات الكمية تمانية ديال اه تماشي تمانية ربية ساعة انا خليت وحدة حيث عندي ما عنديش البلاصة فين فين نحطها خليتها في البلوندو تخافي حتى من بعد عديك الساعة غادي ندلكها ونطيبها في ساعة ما كان خليوهاش نهائيا لبنات يختامروا كان بقى ندير ودائما الجهة اللي فيها الجنجلان نديروها في اللول في الزيت باش يتنفخ ليكم اسمحوا لي متى نحسب لي واش كان نصور حتى شوف ترى ما كان صور والله الحمد لله بقي عندي ذا العجينة وهنايا كيف ما قلت لكم في اللول كان ديروه وحدة وكان بقى نديرو فيها الزيت حتى تنفخ لينا وعادي كساعة كنقلبوها وندير واحد زعمه واحد العجينة اخرى كيف ما شفته هنايا وخمات نفخاتش اللي هنا في اللول رح من بعد من اللي غا كان قلبوها هكذا كات تنفخ بالجهة الاخورى صفي هادي يا رح تابت كيف ما شفته ما كتكونش فيهم نهائيا الزيت صفي شفته هنا يا رح كاتت نفسي شوي ومن بعد ضغطت عليها غير بالفرشيتة ولا بالمعلقة وكاتت نفخ صراحة هذو كي يجيون بحل بيني وخمة فيهم شلبيض ما فيهم الحلب تقدري تأكل يغم هاكا مع شوية الكونفيتور ولا شوية العسل مع آتاي ولا قاعد كل يوم غير هاكا صراحة يا راكي يجيون داذين بزا المهم كيف ماشته انا غادي نستمر بها الطريقة حتى نكمل الخبز قاعد يالنا ان شاء الله نطلقو هكده من اللي غادي تشوفو اه شكل نهائي ديالو وشكل نهائي ديال الخبز ديالها كنتمنوا ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وحتى انتم ما تجربوا هادي هاللي حقتها شي شوية من واحد الجهة هانتم ما كي يجي هكده خفيف من الداخل وكي يكون خاوي قاعد ينقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كي يجي من الداخل را باقي سخونة البنات وضروري من اللي يدلكوه ما تخليوش يختامر تمشي وداعك تمو باشا كده تطيبو كنتمنوا ان شاء الله يعجبكم مهمة البنات هنا ما صورت شحيت صراحة كنت شوية تعطلت ومشالي شوية الحال مهم كل واحد كي يدير صندويج ديالو طرنا هات صندويج عادي كيفما شفتو كي يجيل ديد بزاف وهنا يا بعد ما كملنا تخضينا الحمد لله بقتلي شوية ديال الوقت لتغضي ندير لكومبوت باش حتى هي يتبرد عندي هنا يا تفاح وعندي واحد مع القديل السكور البني والسكور عادي وشوية ديال السكور الفاني من السم بالفاني عفون واحد الساشي وعصرت عليها شوية ديال الحمد نقول هكده واحد مع القديل العاصر ديال الحمد كيفما شفتو درت شوية ديال ما قطعت هما كده الطرف صار غدي نخليهي طيب وهنا يا ديك لال جبت لابات ديالي صافي وصلت بنتي اللي مدراسة لبنات غادي ناخد هاد موهم باش ندير لاتاخت لكم هنا يا قسمت العجينة كيفما قلت لكم هاد العجينة اللي اعطيتكم مرة كتعطينا زيما ما مشيغل لاتاخت وحدة كتدير كتر من لاتاخت وعرفتها لبنات تقدروا تدريفهم حتى لإصابلي ديالكم واحد لابات كتجي زوينة وكتجي هكده لديدة وكنستعملوا الزبدة وكنستعملوا فيها شوية ديال لابوضة ديال لوز واخارة ماشي بزف ثلاثين قرمارة ماشي بزف وكندلكوها نديروا شوية ديال الفارينة ماشي بزف صفي هناك كان اخذ واحد الوسيخ كل هناك كان قطعوه كيفما كانت شوفو والوسيخ كل ديال لديه هنتو بشوية ديال الزبدة هاد لأثناء اللي بنتها نشعة الفارينة ديالي على مية وتسعين درجة إذا عندكم الفران ديالكم درتوه على مية وتمانين درجة وكيكون صحون بزف حيش صرح الفران ديال شوية قديم ديك الساعة تقدروا تديروا غير على مية وتمانين أنا درتوه على مية وتسعين اللي كيك ما يخصكم تنقصوا شوية الفران كان اخذوا العجينة ولكن اخذ هاد لاباتة اللي بنت كان حاولو ننزلوها بواحد سبع وواحد سبع كان حاولو نقذ هاكده في الوسيخ كل ديالنا ضروري من اللي كان نهزوها تكون عندنا لابات ديالنا هابطة سوف نحيط لها دجناب وغادي نديرها في واحد اللاتة كيف ما كنتشوفه قبل هكده نديرها في الفرشيطة وغادي نحطها في الموجة مميد حتى نوجة التفاح ها هي التفاح ديالي لابات ديالي دخلتها الموجة الموجة مميد عفوان حتى حيط هكده لابونت على التفاح وللقشرة ديال التفاح هنالبنات بقى عندي شوية ديال درت البريوات وبقى عندي شوية ديال لابودغ ديال اللوز وفيه شوية ديال القرفة غير شوية وشوية ديال السقار غلاسي وكان نحطوه هو اللوز تقدر تديرها غير اللوز هكده عادي تطحنه شفتو لابات ديالي انا ما تحنتهش بزاف بغيت هكده تكون شوية لي مورسو وهذاك اللوز حيطي لادرتو غير لابات من بعد كي يكون فيها الماء من اللي غادي تقطعها كتبغيت ما عادي تديره شوية ديال اللوز اللوز عادي تطحنو غير شوية ديال اللوز بقشور دياله تديرو إلا بغيت تديرو هده كلاب كومفوت تكون سائلة اللي كتكون سائلة المهم تطحنو لاب طيب ولكو التفاح ومن بعد كتتطحنو انا بغيت هكده يبقى ولمورسويات صدقوني يا البنات هده لاباتها تجات لديدة بزاف وكيف ما شفتو حتى بنسبة باش نحطو طفاح غادي ندير واحد طريقة ساهلة بعد مرات من اللي كان نكونو حتى في الخدمة كتزربي كنحطوهم غير بحال هاكا وكي جي شكل ديالهم زوين كيف ما شفتو في اللول ديال الفيديو وضغية كان نوجدوهم كان قطعو المهم كان قسمو هده كتفاح ديالنا على النص وكان قطعو هاكده يكون دي تخنش هاكده يكونو صغار وكان ديروهم بهات طريقة هادي كيف ما كاتشوفو كان حاولو ندورو غاعلة لسيخ كل ديالنا ساهلة ما كتحتاش قاعد بقا تهزيل زع ما تخنش بتخنش باش تو تدوريه وكل شي هادي كتجي سهلة في ساعة كتوجديها وكي جي لمنظر ديالها حتى هو زوين بزر احنا بعد ما كملت دورت قاعدة لسيخ كل ديالنا احنا يكن دير في الوسط هده كلي مخصو اللي كي بقا ولينا ديال التفاح كنحطوهم حتى هما ما كنضيعو حتى حاجة حيث من بعد كي طيبو في الفران كي يعطيو واحد كي جيو المهم بحال هاكده الزبدة كي جيو زوين بزر هنا كنحاول المهم غير نقدها باش نقدر نحط هدك من الصخر صافي هاد المورسويات اللي بقالية كنحاول نشوف شي قنت هكده خاوية كنحطوه فيه وهنا يجبت شوية ديال هات السقر البوني تقدري تديرو السقر عادي ولا تقدروا قاعدة تيروش كيف ما شفتوا لها كومبوت ديال ندريا غير واحد مع القا ديال السقر ماشي بزر هنا كندير آآ شوية ديال السقر من الفوق وصوتي هده التفاح اللي عندي شوية ماشي حلو هو حامد شي شوية وكندير شوية ديال الزبدة من الفوق غادي ندخل هالفران حتى الطيبلينا مزيان هنا بعد ما اخرج تعمل الفران هدا هو شكل نهائي ديال اتاخد ديال تفاح ديالنا كنتمنتنا الاعجاب ديالكم وتجربوه هرا كتجي وينبحال ذاك شي تلك هتلقاوه في المحلات وفدق احسن من ديال المحلات حيث انتم اللي غادي تديروها وعرفتو ذاك الشي اللي درتو فيها ما يصدقوني يا لبنت كتجي لديدة بزاف هنا غادي نقطعها لكم كيفاش عارفتو يا لبنتي فيها غير لكمبوت ويلا زا ما تتحنوا لكمبوت ديالكم ويلا طيبتوها ارا تقدرو ما تقدروش تقطعها في ساعة ودارو رخص لفندو تاخد ديالنا الطيب مزيان باش حتى تعطينا هدا كتقر ماشا من اللي كان اكلوها يلا ما طيبتوها شعر ما كتعطينا شا ديكتقر ماشا ما كتحسيش به انتمنا الفيديو ديال اليومين للاعجاب ديالكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله